مركز للتعايش السلمي وحماية التنوع في البلاد هذا آخر ما ابتكرته حكومة السوداني لتتنصل من كافة التجاوزات التي ارتكبتها ميليشيات أحزابها المشكلة لها ولمن سبقتها من الحكومات بحسب نشطاء أكدوا أن الهدف من هذه الخطوة إخلاء مسؤولية الكتل السياسية من تمييزها ونهجها الطائفية وإلقائها باللوم في هذا الجانب على المجتمع العراقي المتصالح مع نفسه أساسا مستشار السوداني قال إن ما يسمى بشؤون المكونات سيعنى بحل جميع المشاكل التي تواجهها المكونات العراقية ملقيا باللوم على وزارة التربية كونها لا تقدم توعية للأطفال بأبناء الديانات والمكونات الأخرى على حد تعبيره متعاميا عن المثال الذي قدمه العراقيون للتعايش السلمي في المنطقة قبل تشكيل عملية سياسية قوامها المحاصصة الطائفية منذ عام 2003 المضحك المبكي هو إشارة حكومة السوداني التي تروج لمشروعها الجديد إلى التجاوزات على أملاك بعض المكونات في بغداد ونينوى وغيرهما التي تقدر قيمها بملايين الدولارات وكان هذه الاستيلاءات على أملاك المسيحيين وغيرهم لم تكن في عهد حكومات المحاصصة التي رعاها الاحتلال بحسب نشطاء وفتح الباب أمامهم للتجرؤ على السلب واغتصاب دور العبادة والمساجد حيث هدمت منها الكثير ولسيما تلك التي تحمل بعدا حضاريا وتاريخيا كجامع السراج ومنارته الأثرية الإعلان عن ما يسمى مركز التعايش السلمي محاولة أخرى لذر الرماد في العيون بحسب مراقبين تساءل عن الميليشيات التي تدعم هذه الحكومات التي قتلت آلاف العراقيين على الهوية ولمجرد الاختلاف واليوم وبعد سنوات طويلة ما يزال المهجرون مبعدين وما يزال المختطفون مغيبين أما المعتقلون بتهم كيدية وإشاية المخبر السري فتقتض بهم الزنازين وتفيض بهم السجون بنسبة 300% عن طاقتها الاستيعابية يبقى الخطاب التحريضي الذي تتبناه قوى العملية السياسية وميليشياتها الصوت السائد في مشهد يغيب عنه القانون والمساءلة اشتركوا في القناة